هلأ رح نروح مباشرة إلى أحمد أبو حمد أحمد موجود معنا وفريق القافلة كله موجودين في البحاث ووادي الشتاء أكيد المكان الآن في غاية الروع على فكرة أحمد أنا مبارح كنت بالشمال أكيد أنتوا زرتوا المناطق في أقصى الشمال عقربة وسحم أنتوا ما خليتوا مكان إلا زرتوه ولكن أنتوا الآن أيضا موجودين في مكان من أكثر الأماكن خصبا في المملكة تفضلي أحمد صباح الخير سمر صباح الخير مجحم صباح الخير لكل فريق برنامج يوم الجديد لكل متابعين ومتابعين شاشة التلفزيون الأردني مستمرين معكم في قافلة برنامج يوم الجديد قافلة المحبة هاي القافلة اللي جابت جميع محافظات المملكة طبعا سمر مثل ما حكيتي احنا من خلال قافلة برنامج يوم الجديد لفينا جميع محافظات المملكة وتعرفنا أكثر على سحر وجمال بلادنا الحبيبة اليوم حبينا أنصب عليكم على الهواء مباشرة من لواء وادي السير اللي بقى على بعد 11 كيلو متر غرب محافظة العاصم عمان يبلغ عدد سكان هذا اللواء 367 ألف نسمة ابتمتاز هذه المنطقة بسحر وجمال طبيعتها الخلابة بجبالها وتلالها الخضراء الممتدة وأيضا ابتمتاز بأرض زراعية خصبة تربة حمراء مناخ فريد تنوع في التضريس وكثرة عيون وينبيع المياه الجوفية تشتهر بزراعة التين والزيتون والرمان والحبوب والخضروات الموسمية وأشجارها وغباتها الخرجية ويوجد فيها العديد من المعالم الأثرية والتاريخية والطبيعية والسياحية طبعا اليوم مشاهدين أحبين أن نكون معكم على الهواء مباشرة من هذه المنطقة لحتى نتعرف أكثر على منطقة البحاث أو وادي إشتة كما هو معروف في هذه المنطقة لحتى نبرز هذه المنطقة ونتعرف عليها أكثر ونتعرف على أهم وأبرز المعالم السياحية الموجودة فيها ومن أهمها طبعا ينبيع وشلالات منطقة البحاث هذا المكان الذي يحكي عن جمالية المكان وطبيعته الرائعة المميزة هذا المكان المطل على عدة مناطق رح نتعرف عليه أكثر إن شاء الله في طلالتنا القادمة أتمنى الكل يتابعنا وتابع قافلة برنامج يوم جديد من هذه المنطقة الرائعة والجميلة بصباحكم سيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة